موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم عندي في القناة ديالي قناة كويزين هاجار وجدت لكم رغاية في الصراحة كيجيوزوينين ونتمنى يعجبوكم وتجربوهم وما تنسوش اللي عجبوكم متنسوش خليولي اابوني وليجام نتمنى نكون خفيفة عليكم موسيقى ونبدأو على بركتي الله قدنا هنا كيلو ديال الطحين الفوس ديال الحلوة المزيان البيض قدنا هنا ينسكاس ديال اللوز محمرهم طحون مزيان يعني يكون معلق بحالك يكون طحون مزيان قدنا معلقة كبيرة ديالنا في حبة حلاوة تاهم انكون طحناهم ومغرب لهم معلقة كبيرة قدنا هنا يصفر ديال البيضاء قدنا جوج معلقة كبار ديال المزهر قدنا هنا يجوج معلقة ديال الزبدة على درجات المطبخ قدنا هنا رسل معلقة ديال الملحة قدنا هنا قدنا هنا قدنا هنا قدنا هنا الملوين غدائي ونضع عندي قدنا هنا ونضع قدنا هنا قدنا هنا قدنا هنا للصفر اللي كان. وعدنا هنا يرمى دافي. باش نجمعه لجينة. نديرو اللوز. كما كتشوفو حلو باش ميبقاش مكركب. باش كيجي سهل في دليك. نزيدو النافة بحبة حلوة. يكونو مغربلين. نضيفو ملوين غدائي. او خرقوهم. وبالاحسن زفر يطير لن. نديرو خمار ونص. كنزيدو الملحة. كنزيدو الجوش مع الق كبار ديال الزبدة. كنزيدو الصفر ديال البيضة. كنزيدو الجوش مع الق كبار ديال الخل. كيف ما كتلكم إلا عندكم ملبيض ولا تصفر بحل بحل. اللي متوجد عندكم. كنزيدو ربعي يكونو عمرين زيان. تنزيدو ربعات المالقة ديال الزيت رميه. ونضيفو نجمعو كل شي. ما كنتشوفو نجمعو غادي كزبدو البيض من بعد عاد غادي نضيفو الماء. لما ما يكون سخون بزاف يكون دافي وما يكونش برد بزاف. يكون دافي وباش لجينة كدينة مزيالة. ما 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 تكونش لجينة إلا كنتصر المسخون بزاف. لجينة كتقطع لينا. ما الأحسن يكون دافي. واني كبقى مجمعو لجينة ديال نحطة تتخلط لنا جميع المكونات. كيف ما كنتشوفو انا كنزرب ليكم الفيديو باش ما يكونش الفيديو طويل. باش ما نكونش تتخل عليكم. كنتلكو لجينة ديالنا مزيال. كنتشوفو كتلسق ما تخافوش. يعني غدلكوها وخالجينة جارية. يعني غدلكوها مزيال. كنتشوفو بشيطة انا غسلت يديها حي يدوكو الزوائد حيثو مالي كيخليو العجينة كتلسق في يدين. اجيكم بانها جارية ما برش تجمع ولا نيمين تغسلوا يديكم. كتكون العجينة ساهلة في الدليك يعني ما كتلسقش هكيف ما كتشوفو. يعني كتكون ساهلة في الدليك ما كتلسق ما وارو. بعد ما دلكنها مزيال كندلو الزيت وكندهنو البلاطو ديالنا ولا شي صيني على ما غدا نحطوه العجينة. ندهنوها تهية بالزيت. ونشكلوها على كوائرات يكونوا متساويا. كيف ما كتشوفو غدين نقص من العجينة شي وحدين جاكوبار باش غدين يخرجوا لي دقيبان الساة الكورات. وتقدرون انتم ما تخرجوا تمانية او ديرو اسم تساوين. ونغطوها بالسلوفان ونخليوها ترتاح واحد لمدة ديال 15 حتى العشرين دقيقة. باش كدجينة ساهلة منيك نخدمها. من بعد ما اخلنا النار تحت. يعني كنجيبوه مدلك. واحد جرارا قطاع تكون ماضي او موس يكون ماضي. والزيت باش كندهنو بلاسافين غادي ندلكوها. وغادي نبقون دلكوها حتى تصوي رقيقة. يعني ما تخافوش العجينة على ما كتلصق موالو. كندفو لغي شوية الزيت. باش ما كتلصق لناش. يعني كما كتشوفو كتكون العجينة خفيفة. كتساعدنا باش كندلكوها. ما كتجيناش قاسحة. ما كتشوفو كندفوها. كنحاولو نقدوها. كنحاولو نقدوها. باش نجينها فتقطاع يادك. كنحيدو دك الزوائد كيكونوش شوية غلاضين. ما كنحيدوش بزاف يعني كنحيدو غيش شوية وانتو ما عندكم الاختيارين ما تقطعو العجينة على ثمانية او ادلو كيف ما دلت انا يعني انا دلتم صغير وورين ما كبارينش بغيتو تقطعو العجينة غير لاجوش يعطوكم ثمانية انا دلتها صغير وورا كيف ما كنتوفو على شكل هذا يعني باش كنطوعوها كندهنوها الزيت عاد كنطوعوها انا عجبوني هكا صغيرين وانتو ما عندكم اختيار بغيتو تديروهم كبارين ديروهم كبارين انا كنفضل هكا صغيرين حسن اني كنوضعوهن في البلاتو يعني غادي نكملها الكيمياء اللي عندي وغادي نوريكم النهائي ديالها اللي نبغي نقليها يعني بعد ما سليد الكيمياء ديلي كاملة را خرجت لتبارك الله يعني بزاف يعني را دي راي الشي وحدين الشي فوق شي يعني خرجت لي بزاف كان نحتاجو هنا يعدنا اللوز من طحون او مهرمش والعسل العسل صغير في الدار انطفوها في العسل والزيت كان يكون مسخناها غي ما تكونش البوطة مجهدة بزاف باش كطبنا على خطرها يعني ما كانت تحرقش يعني تكون نقصو على البوطة تكون مهيلة وكان نحتاجو شي كسكاس او لا انا دات شبيكة صراحة حسن شبيكة ما كت ما كتزليش العسل يعني كتتسقطر مزيان حسن من الكسكاس كتديرو لها شي زليفة ولا هادا باش كتتسقطر وانا كان مقا نقلي هي مل احسن كنشتدو رغيفها ديالنا وكندوزو لها بالمدلك باش كتجير قيقة ما كتجينش غليظة يعني انا غادي نقص البوطة حيث عندي مجهدة شتها بدات كتتتحمر يعني نقصوها لحد ديالها باش طيب على خاطرها كما كتشوفو كندوز المدلك باش كتجينش رقيقة ومورقة يعني انتوما كتقو تحلكوها وكاد تخويو الزيت فوقها باشي معلقة او مغرف باش كتنفخلينا ضغياء وتكون الزيت يعني قوية ما يكونش شوية باش كتتغطى كتب كاملة يعني ولي طيبت كنديرها في العسل يعني ما كنخليها الشغي كننخشيها في العسل ونخرج هاديك الساعة هيت يا ضغياء كتشرب يعني اللي طيبت هاك نديرها في العسل ونخرج هاديك الساعة باش ما كتجينشها هامرة بالعسل يعني ده بامني نقصت البوتر ربتت كتب على خاطرها كيف ماش وما تحمرت شد غياء يعني ارا كتب على خاطرها يعني سنشوفوها تحمرت وخدرت شكل ذهبي عاد كنحيدوها كتولي من ذهبها يعني كتتحمر عاد نحيدو هاديك الساعة نزيد يعني انا نرشي على الفلاش غادي تبلكم صفرة بحالي لما طيباش وهي رام حمرة يعني غادي نكمل هاد الكيمية اللي عندي كاملة وديك ساعة غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها يعني من بعد مما طعبت كتجي لاتشكل هادا يعني الصراحة كتجي زوينة بزاف ومقرمشة يعني بعد ما دت لها العسل درت عليها اللوز اللوز مهرمش يعني تحنتو تقدروا تديرو لها الجنجلان او كوكاو صراحة كتجي زوينة بزاف ومقرمشة هارا بقا سخونة نتمنى تجربوها نتمنى العجباتكم من القناة ديالي ما تنسوش تديرو ليالي الزبوني ولجام ونتمنى نكون خفيفة عليكم ان شاء الله في وصفات واحدين اخرين يعني بقاين ديال جديد وشكرا على المشاهدة ومسلامة